بلوقتي إبراهيم، المشاكل اللي واجهة في قطاع الناشئين في النديل، هل في مشاكل قابلته أبداً في القطاع؟ وهل المدربين اللي انت كنت تتمرق معهم كانوا بيخنعوك بشكل كبير؟ ودي كان قام حاجة أعتقد يعني بص فاروق يعني، تعالى هنتكلم في البداية، تعالى بص الأسماء اللي كانت موجودة كان يعني أتلاقي كان كابتن أمين عربي، كابتن دياس سيد، كابتن خياد جدالة، كابتن أحمد عباقي، إبراهيم عب صمد، و Archives رائق من إبراهيم عب صمد، مكتش مكتنع بيعة فيك كابتن أبراهيم عب صمد، يعني عائلة حلوة جداً دمشاني، دعم عدم سنة في البيت، قالى إنت نحيف، قال لله أgramد فاغيت أن أحمد قال للطلاقيت، وجدot بري قالي إنتن نحيف لا تصلح بكAny aimd كرة أصلاً دك هارتك كان وسنة ساعتها 14 سنة... Là 14 سنة... رغم إنه عايز أولك حاجة فاروق، بقولك كابتن أبراهيم ده كاني كويس جداً كنت هدف النشيئين أصلاً تخيل أنت أربع سنة هدف النشيئين مراحلة السنية كلها وكنت كابتن فرق كابتن فرق عبدالسامة ده هو الوحيد اللي مكتنش مكتنع بيه والله ماشاين قال لي انت نحيف الوحيد الوحيد اللي وقف معايا في الوقت ده بصراحة الله يرحمه أم جمع هو الوحيد اللي الله أرحمه أم جمع أم جمع ما له بالجزء الفاني لا أم جمع كان يعني هو كان الكبير بتاعك تعال نشيئين جزء الإداري كان هايل طبعاً فيه الله أرحمه طبعاً لا كان مريب كمان اخد بالك كان الله أرحمه كابتن إبريم يوسف كان مسك نات الزمالك في الوقت ده فطلب مننا نروح نات الزمالك فالوحيد اللي وقف وقال لي ما تروحش صلاح أنت متشعيز دي تروح نات الزمالك؟ والد وأت برضي نفسي قصة أبويا مع ان انت يعني أبويا ما أرضيش أعادني كانت المشكلة أبوك مش انت؟ أبويا كان تمالي مع والدي كان فيه متابعة جداً وكان متابعة معاه بشكل مستمر يعني اخد بالك فأبويا حتى رفض اني نروح نات الزمالك كانت ما كانت عندك مشكلة؟ أنا أصلا كنت قبل ما نروح نات الآلي أعاد ثلاث شهور في نات الزمالك ووقف على الورق بتاعي أبويا ما كانش عايز.. أبويا أهلاوة جداً يعني ما كانش عايز يودي الورقة.. حتى بعد.. حتى في الفترة اللي أنا مشيت فيها من كابتن إبريم عبدالسامد ما رضيش يوديهم قاعدني سنة في البيت بعد كده السنة اللي بعدها جي كابتن خالد جدالة بتاديت بقى تقالك بقى مشيت الدنيا الحمد لله خلاص يا عم الجامد يعني أنت وصق بالنفسك جداً ما حدش قطع فيه ماشي إنت عمات قطع في الناس كلها والله مش بقى أنا بتكلم كرة على فكرة والله يعني أنا ما بتكلم بتكلم كرة مش بتكلم فيه حاجة ما بيني وما بين حد على فكرة